كان في مخيلتي يعني ان اكتر فيلم عربي كئيب وسودوي وحزين شفته في حياتي هو يوم مر ويوم حلو بتاع فاتن حمامة وعبلة كامل اللي هو شف التركيبة اصلا يعني ولكن بعد ما شفت كفر نحوم مفيش عندي غير تعليق واحد يليهوي في بداية احداث كفر نحوم بنشوف زين وهو بيتم اداعه في احد مؤسسات الاحداث بسبب ارتكابه لجريمة عنيفة وبعدين بنشوفه وهو بيتم اقتياده للمحكمة لانه رافع قضية على حد الحد ده هو اهله والقضية اللي رفعها عليهم بيتهمهم فيها بالاجرام لمجرد انهم انجبوه واثناء المحكمة بيحكي قصة رحلته في عشوائيات بيروت واللي انتهت بارتكابه للجريمة دي كفر نحوم تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للنسخة الاخيرة من مهرجان كان وفاز بالفعل بجائزة لجنة التحكيم وتم اختياره كذلك لتمثيل لبنان في جوائز الاوسكر لافضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية ووصل بالفعل للترشيح ضمن افضل خمس افلام والسؤال المهم هنا هل يستحق؟ طب قبل ما نجاوب على السؤال ده ياريت تكرمونا بلايكاية واشتراكاية في القناة لو ما كنتوش مشتركين على سبيل الجدعانة يعني يعني انتو بتعملوا لايكات وديسلايكات واشتراكات وإلغاء اشتراكات بسبب تعالوا المرة دي نعمل حاجة ظريفة ومن غير سبب كده نرجع بقى لسؤالنا هل الفيلم ده يستحق الحفاوة والتكريم الكبير ده؟ لما قريت ملخص فكرة الفيلم قبل ما شوفه كان عندي بعض الشكوك طفل بيقاضي أهله عشان أنجبوه حاجة كده تنفع حلقة في البرلمان الصغير وللأمانة الزاوية دي بالتحديد تظل نقطة ضعف في الوزن الدرامي للفيلم ومعاها الرسالة اللي تم دفعها في بعض المشاهد ولكن ما هو غير ذلك يعد بكل تأكيد انتصار سينمائي كبير لأن كل حاجة شفناها مع زين في رحلته بتمثل السينما السوداء الواقعية في أفضل أحوالها الفيلم صدمة قوية رغم أنه ما بيحكيش حاجة إحنا ما نعرفهاش بالفعل وإحنا دي المقصود بيها هو مواطنين العالم العربي اللي بيشوفوا بعنيهم أطفال الشوارع وسكان العشوائيات بشكل منتظم وأعتقد أن الصدمة دي ليها قيمة كبيرة لإني كنت أخشى أننا بدأنا ننحس تجاه الأضايا دي والشيء المجنون هو أن الفيلم ما بيبلغش في أي حاجة هو بس واقعي وملموس بشكل يشبه الأفلام الوثائقية وأنا قصدي ده كنوع من أنواع المتحة مش الذن طريقة التمثيل والتصوير والمونتاج حسسوني أني واخد كرسي في الصف الأول عشان أتفرج على حياة زين ودرجة سوادها ومأساويتها وتحطمها للقلوب خلتني مش عاوز أتفرج أنا بتكلم عن كوابيس يا جماعة لا بجد كوابيس الفيلم ده بيقدم كابوس معين طاردني أنا شخصيا لمدة خمس سنين من حياتي وكان كابوس مؤلم بشدة لدرجة أني كنت كل ما بتدي أفكر فيه أقف المخي من نحيته بسرعة جدا وفي الآخر ألاقيه قدامي على الشاشة بكل تفاصيله منك لله يا ندين يا لبكي والغريب أني مقدرش أدعي أنها كانت بتبتز المشاهد من خلال الميلو دراما عشان توصله للصدمة والدموع ده العالم اللي قدامنا واللي متأكدين أنه بيحصل في كل لحظة ومع ذلك كمان مرة إحنا مش عاوزين نتفرج عليه بالضبط زي أبو بكر الشوقي في يوم الدين ندين لبكي خدت الطريق الصعب عشان تسهل كل حاجة اللي هو نظام ليه أتعب نفسي عشان أقدم محاكاة للجحيم ما روح أصور هناك وخلاص أغلب المشاهد متصورة في بيئتها الحقيقية وده بيقلل من تعائدات الديكور والملابس وكل ما هو متعلق بالأمور دي إنتاجيا التصوير معتمد على الكاميرات المحمولة بشكل كبير جدا وده بيقلل من ضرورة الحسوكة في اختيار الكادرات وتكوينها ومع ذلك ده تم الاحتفاظ بيه لبعض المشاهد اللي كانت أخاذة جدا على المستوى البصري معتقدش أنه كان فيه تخطيط عميق قوي للمشاهد وتسلسلاتها أو زي ما بنقول الستوري بورد ودليلي على ده أن عملية التصوير الرئيسية نتج عنها نسخة أولى زمنها 12 ساعة وعشان تتمنتش في النسخة الساعتين اللي تم عرضها الأمر تطلب سنتين دي مش أرقام عادية في الأفلام الروائية يا جماعة وأنا عن نفسي متعود أسمعها أكتر في الأفلام الوطائقية وطبعا فريق التمثيل اللي كان فيه بعض الممثلين المحترفين ولكن أبطاله بيمثلوا لأول مرة زين الرافعة اللي قدم دور زين ويوردانس شفرو اللي قدمت دور رحيل دول ما كانوش بيمثلوا في أغلب الأوقات يا جماعة دول بس كانوا بيعيدوا الحياة اللي هم عايشينها وعارفينها والنتيجة بكل تأكيد رائعة في الأفلام اللي متنفذة بالطريقة دي أنت دايما بتقدر الأداء التمثيلي ولكن بتقدرش تنكر أن كان فيه بعض علامات الهواية يعني بس مش في الفيلم ده إحنا هنا بنشوف أداء تمثيلي ما يتنسيش مليان لحظات فيها تعبيرات معقدة جدا خصوصا أن الحوار في الفيلم مش كتير كل ده بقى تأثيره إيه على عملية صناعة الفيلم زي ما قلت بالضبط في مراجعة يوم الدين بتقلل التحديات التقنية وبتعلي التحديات الفنية وبتحط كل الخيوط في يد صانع الفيلم وأفراد فريقه الرئيسيين وبتحول حياته أو حياتها في الحالة دي لسلسلة معاناة بدون أي توقف ولو معاناتنا دين لبكي بينتج عنها أفلام زي دي فأنا أتمنى لها من كل قلبي إنها تعيش حياة مليئة بالمعاناة قفر النحوم فيلم عظيم ولازم يتشاف على الأقل مرة واحدة وبالكتير يتشاف مرة واحدة برضو لأ بجد الفيلم حياخد عندي مركز متقدم في قائمة الأفلام العظيمة الرائعة اللي مش عايز أشوفها مرة تانية حتى المحاولات النكحة للكوميديا جوه الفيلم خلتني أحس بشعور أسوأ ولكن ده طبعا ما يقللش أي حاجة من قيمة الفيلم بل يزيد عليها تقييمي لفيلم كفر النحوم هو تسعة ونص من عشرة ومشكلتي الوحيدة معايا زي ما قلت إنه في بعض الأحيان كان بيميل بحدة نحية الرسالة مناقشة الحلقة إيه هو أكتر فيلم سودوي وحزين وكئيب شفتوه في حياتكم ياريت تساهموا برأيكم في القومنتز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي